اشتركوا في القناة في القطاع التربية لقاء مرتقب غدا بين الوزارة ونقابات القطاع لانهاء حالة الجمود التي دامت عيتة اسبه دوليا المبعوث الاممي الى سوريا يؤكد ان حال الازمة السورية بيد السوريين وجولة ثانية من الحوار السوري مرتقبة في موسكو في الصحة خبراء يحذرون من الاستعمال المفرط للاجهزة الالكترونية وفي الرياضة الناخب الوطني يكشف عن القائمة الموسعة المعنية بدورة قطر الدولية اهلا بكم مشاهدين الى التفاصيل شدد رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة في رسالته الى مؤتمر الشعوب الافريقية شدد على ضرورة النهوض بالقارة الافريقية وتعزيز العمل على ضمان الامن في القارة في ظل رهانات الدولية الراهنة وضف رئيس عبدالعزيز بوتفليقة في رسالته التي حملها وزير والشباب عبدالقادر خمري الى المؤتمر الثامن لاتحاد الشعوب الافريقية الذي تحتظنه العاصمة الغانية اكرم ان الجزائر تتبنى المقاربة التنموية الشاملة لضمان عالم متوازن في ظل الازمات والتحديات الامنية الراهنة وفي كلمة القاها عند افتتاح هذا المؤتمر اوضح خمري ان خيار وحدة افريقيا يفرض نفسه اكثر من اي وقت مضى كسبيل على ضرورة الاخراج للقارة الصمراء من افة التأخر ومواجهة عدم الاستقرار والفقر والمجاعة وكذا سوء التغذية في اطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة لقطاع العملية لوادي سوف باقليم الناحية العسكرية الرابعة تمكن صباح اليوم الجمعة بمنطقة الطالب العربي من حجز ثلاث سيارات والف لتر من الوقود كما تمكنت مفرزة اخرى تابعة للقطاع العملية لغردايا الخميس الماضي بمنطقة المنيعة وعلى اثر استغلال معلومات من حجز ما يقائب 25 كيلوغراما من المخدرات من جهة اخرى وباقليم الناحية العسكرية السادسة تمكنت مفرزة اخرى بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني وكذا حرص الحدود في نفس اليوم على اثر دورية استطلاعية من توقيف ثمانية اشخاص من جنسية نيجرية وحجز سيارة ربعية الدفع ودراجة نارية في ملفية تربية يرتقب أن تلتقي وزيرة تربية نوريا بن غبريت مع الشراكاء النقابيين لإيجاد مخرج للأزمة التي يعرفها القطع والتي يتبادل فيها الطرفان الاتهامات بخصوص المسئولية عما آلت إليه أمور القطع وهذا وسط تمسك كل فريق بموقفه هذا وكانت الوزيرة بن غبريت أعلنت منتصف الأسبوع الجري عن لقاء جديد سأتعقده في السابع من الشهر الجري مع نقابة القطاع المنظوية في التكتل النقابي للنظري في المشاكل العالقة منتقدة في الوقت نفسه تضخيم بعض وسائل الإعلام للحركة الاحتجاجية التي يشنها الأساتذة ليبقى التلميذ الضحية الأول والأخير وسط هذه التجذبات التي باتت سمة لا تفارق قطع التربية منذ بداية الموسم الجاري في ملف تعاون تم أمس الخميس التوقيع على العقد المتعلق بإنجاز مركب بلارة للحديد والصلب بجيجل بين الشركة الجزائرية القطرية وشركة دانيل الإيطالية المكلفة بالإنجاز وبلغت كلفة إنجاز المشروع ملياري دولار على مدى عشرين شهران التقرير التالي والتفاصيل مركب بلارة للحديد والصلب بجيجل مشروع من شأنه أن يعطي قفزة نوعية للاقتصاد الوطني وكان وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أكد أمس الخميس خلال إشرافه على إمضاء العقد المتعلق بإنجاز المشروع مع الشركة الإيطالية أن هذا المشروع هو الثاني عربيا بعد قطر وسيفتح ثلاثة آلاف منصب شغل منها ألف وخمسمائة منصب دائم وقلت مشروع بلارة الأهمية تاعه ماشي حابسة إلا في ولاية جيجل والله إلى مواطنين جيجل ولو هم الأهم في هذه القضية لأنه رح نخلق منصب شغل رح نعطي قفزة نوعية وقوية في ميدان الاقتصاد المحلي تاع جيجل رح نخلق عدة مشاريع ليجي دور حول هذا المشروع ولكن الأهم هو الفيضة اللي يراجع للدولة الجزائرية والوطن الجزائري والشعب الجزائري إنجاز المشروع ثلاثة منصب شغل في المركب هو في المصنع ألف وخمسمائة مباشر والغير مباشر نوصل حتى الخمسناشن ألف منصب شغل قال عبدالسلام بوشوارب أن الشركة الإيطالية المكلفة بالإنجاز ستستعمل تكنولوجيا فائقة الطراز وتم دراسة المشروع من جميع الجوانب خاصة البيئية منها تكلموا واحدة خوفات على مشاكل البيئة طرقنا لها وكل الأجوبة موجودة في المشروع حد ذاته لأن هذا المشروع من نوعية تكنولوجيا من أطرز أعلى طرز تكنولوجيا الموجودة بها ما كانش منظنش كاين مشروع مثل هذا اليوم موجود في الجزائر ولو ربما في القطر يعني من جانب كاين محطة طهير المياه كاين إمكانيات تنظيف الغاز اللي يخرج يعني كل هذا الجوانب ماخذ بعين الاعتبار المشروع الذي ستنطلق أشغال إنجازه شهر جواني القادم حسب تعليمات الوزير سيسمح بتوفير آفاق عمل جديدة تنعيش المنطقة وتخلق حركة اقتصادية تسهم في الحد من الارتهان لأبار النفط التي تعاني هي الأخرى تذبذبا غير مسبوق في الأسعار في قطاع التجارة أكد وزير التجارة أعمر بن يونس أمس بتامن راست أكد على ضرورة تكثيف عمليات مراقبة جودة ونوعية المواد الموجهة للاستهلاك وخاصة الغذائية منها مبرزا على هامش تفقده لعددا من الهياك لتابع لقطاعه مبرزا على أهمية تكثيف حملات المراقبة ومراقبة المواد الاستهلاكية وهذا لضمان سلامة وصحة المستهلكين التقرير التالي وتفاصيل شدد الوزير بن يونس لدى زيارته للمركز الجزائري لمراقبة الجودة والرزم على ضرورة مساهمته في هذه العملية من خلال تكثيف عمليات تحاليل العينات مبديا عدم ارتياحه لعدد تحاليل العينات التي قام بها مركز مراقبة الجودة خلال السنة المنصرمة مؤكدا بأن ولاية بحجم ولاية تمراص يتعين أن تحظى ببرنامج مكثف لمراقبة نوعية وجودة المواد الاستهلاكية وزير التجارة تفقد مشروع إنجاز مطحانة بمطقة النشاطات في إطار الاستثمار الخاصة والتي تسجل تقدما في الأشغال بحدود ثمانين بالمئة بمبلغ استثماري قدره مائة وثمانون مليون دينار جزائري وتفقد الوفد الوزري مقر مديرية التجارة لولاية تمراص واستمع إلى عرض مفصل حول نشاط مصالح المديرية عبر مختلف بلديات الولاية وحضر الوزير في ختام هذه الزيارة لولاية تمراص التي دامت يوما واحدا جانبا من اللقاء الوطني التنسيقي للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والذي خصص لدراسة خطة العمل الجديدة لغرفة التجارة والصناعة ومشروع مراجعة القانون الأساسي لغرفة التجارة والصناعة في النشاط البرلماني رحبت برلمانيات في المجلس الشعبي الوطني رحبت بالمصادقة على التعديلات الجديدة التي أدرجت على قانون العقوبات سيما تلك المتعلقة بالعنف الممارس ضد المرأة وأشدت البرلمانيات بالمسعى الحكومي الرامي إلى تعزيز حماية النساء رحايا العنف اعتبرت بايا جينان ممثلة جبهة القوى الاشتراكية التي رحبت بالتعديلات أن العنف الممارس ضد المرأة يمثل مشكلا عويصا لابد من معالجته في البداية من خلال التربية مضيفة أن هذه الظاهرة هي نتيجة العشية سوداء وأكدة أن القضاء عليها يستدعي العودة إلى أسبابها على غرار الفقر والبطالة من جهتها أعربت ناديا شويطن نائب عن حزب العمال الذي امتنع عن تصويته على القانون اعتبرت مشروع القانون عن أمرها في أن تتكفل الحكومة بظاهرة العنف ضد المرأة في إطار القانون وصفتنا النص الجديد بالخطوة الإيجابية دوليا الآن وفي ليبيا لقي ثلاثة جنود من الجيش مصرعهم وأصيب ستة وعشرون آخرون جراء اشتباكات عنيفة بكافة محاور مدينة بنغازي شرق البلاد مع جماعات مسلحة وأكدت مصادر طبية من مستشفى الجلاء ببنغازي اليوم الجمعة أن المستشفى استقبل ثلاثة قتلى وستة وعشرين جنديا مصابا إصابتهم بين خفيفة ومتوسطة وهذا جراء الاشتباكات بمحوري الليثي وسوق الحوت وبوعطنة يذكر أن مدينة بنغازي تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبي ومجلس شورى فوار بنغازي ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرة في تونس أعلن الناطق الرسمي باسم وزارتي الداخلية محمد علي العروي أن الحرس الوطني بأقليم مدنين أحبط الليلة الماضية عملية نقل أسلحة وذخيرة إلى جماعات إرهابية بالمرتفعات الغربية للبلاد موضحا أن وحدات الحرس تمكنت على إثر عملية تنشيط ومتابعة وبعد توفر معلومات استخباراتية من ضبط سيارتين في منطقة وادر بايع عثر بداخلهما على ثلاث قطع صلاح من نوع فال وعضاف المتحدث باسم الداخلية التونسية أنه بعد عملية تفتيش بالمنطقة تم العثور على مخزن يحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة متمثلة في أسلحة رشاشة من نوع كلاشينكوض وقذائف أر بي جي وعكذا متفجرات إضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة في مالي أعلن مسؤول في حكومة مالي أنه تم تأجيل الانتخابات البلدية وانتخابات الإقليم المقرر الشهر المقبل وهذا بعد أن أعاقت الإضطرابات في شمال البلاد عملية مراجعة قوائم الناخبين وبعد عامين على إخراج المقاتلين الإسلاميين المتشددين من بلدات في شمال مالي خلال عملية عسكرية قادتها القوات الفرنسية ما زال فلول المتشددين وجماعات الفصالية يشنون هجمات من حين لآخر في المنطقة وساعد نشر قوات حفظ السلام من عشرة ألاف جندي تابعة للأمم المتحدة على إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2013 في إيطاليا لقيا ما لا يقل عن خمسين شخصا مصرعهم في غرق سفينة تنقل مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحي السقلية الثلاثاء الماضي وهذا بحسب حصيلة جديدة نشرتها المنظمة الدولية للهجرة وتمكن خفر السواحي الإيطاليون من إنقاذ ما يزيد عن 127 شخصا وانتشال عشرة جثث بعد غرق سفينة تنقل مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحي السقلية فيما ارتفعت حصيلة القتل إلى خمسون شخصا على الأقل وقال ناجون من الحادث أن ما لا يقل عن أربعون شخصا سقطوا في البحر قبل وصول أجهزة الإسعاف وهذا بحسب ما أعلن عنه المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة فلافيو دي جياميكو لوكالة الأنباء الفرنسية إلى الشأن السوري الآن حيث قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا إن حال الأزمة السورية يجب أن تتم على يد سوريين دون غيرهم مشيرا إلى أن الدور الأممي لا يتعدى العمل على تسهيل هذا المسعى وقال ديمستورا في حوار مع قناة روسيا اليوم إن دور الوسيط الأممي لا يقتصر على تسهيل ظروف حوار السوريين مع بعضهم البعض لكن هذا لا يعني أن الدول المؤثرة أو المنخرطة إلى جانب الحكومة أو المعارضة غير معنية بالمساعدة في بلغ هذا الهدف وأكيدا أن لقاء موسكو كان مفيدا للغاية معريبا عن أمره في إجراء جولة ثانية من الحوار في موسكو قريبا وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت الخميس الماضي أن موفدين من دمشق وآخرين من جزء من المعارضة سيلتقون في أفريد الداخل في موسكو لمواصلة المحادثات التي عقدت أو عقدت جولتها الأولى في يناير الماضي في سوريا دائما ذكرت وسائل إعلام حكومية أن قوات الجيش نفذت عملية أصفرت عن مقتل القائد العسكري العام لجبهة النصرة تابعة لتنظيم القاعدة وهذا أمس الخميس في شمال غرب البلاد ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مراسلها قولها إن أبو همام قتل مع عدد من متزاعمية تنظيم خلال عملية نوعية للجيش في الهبيط بريف أدلب كما نقلت وكالة الأنباء السورية وهذا عن مصدر عسكري الذي قال إن وحدات من الجيش نفذت ضربات مكثفة على أوكار وتجمعات لإرهابيي جبهة النصرة وغيرها من الجماعات المتطرفة في منطقة أبو ظهور الواقعة في الشمال الشرقي لسوريا إلى السودان الآن وإلى ملف مياه سد النيل وبعد سنوات من التجاذبات بين القاهرة وإثيوبيا بشأن مياه النيل أعلن وزير المواد المائية المصري حسين مغازي اليوم الجمعة أن الدول الثلاثة الرئيسية التي تتقاسم مياه نهر النيل توصلت إلى اتفاق مبدئي على آلية لتشغيل سد النهضة أتقالي التالي والتفاصيل سد النهضة الذي تبنيه أثيوبيا بتكلفة قدرها أربعة مليارات دولار سيكون الأكبر في إفريقيا ويهدف المشروع الذي تشيده شركة ساليني أمبريجيلو الإيطالية إلى إنتاج ستة آلاف ميجاوات من الكهرباء المشروع ورغم أهميته وتطمينات أثيوبيا التي تحتضن السد إلا أنه أثار مخاوف في مصر التي تعتمد بشكل شبه حصري على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب لسكانها الذين يتزايدون بمعدل سريع وقال مغازي في ختم محادثات أجرتها وفود وزارية من الدول الثلاث في العاصمة السودانية الخرطوم تم التوصل لاتفاق مبدئي بين البلدان الثلاثة بخصوص المسار السياسي وتم التوافق على الشواغل المصرية والسودانية بخصوص سد النهضة وقال الوزير المصري أن المبادئ التي تم الاتفاق عليها تختص بنظم وآلية تشغيل سد النهضة وآلية التعاون في هذا السد مضيفا أنه سيتم الإعلان في التاسع من مارس أذار الجاري عن اسم الشركة الاستشارية التي ستقوم بالدراستين إلى العراق الآن يواصل تنظيم داعش المتطرف جرئمه بحق العراق وتاريخه العريق فبعد تدمير متحف الموصل وما يحتويه من كنوز جاء الدور هذه المرة على أثار مدينة نمرود الأشورية تاريخية التي تعود إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد وهذا بحجة أنها تمثيل أصنام يجب إزالتها في عملية وصفت بالأخطر منذ عام 2003 إبانا الاحتلال الأمريكي للعراق نتابع التقليل التالي لأسماء الزنادي والتفاصيل لم يكفي ما حل بمدينة الموصل من حرب على البشر بل تعدت إلى حرب ضد الحجر تنظيم داعش بدأ حربا جديدة هذه المرة ضد الآثار حيث أفدت وزارة السياحة والأثار بأن التنظيم اقتحم مدينة نمرود التاريخية التي تبعد نحو 30 كيلومتر جنوب مدينة الموصل في محافظة نينوا وبدأ بتدمير معالمها التاريخية باستعمال الجرافات وأكد مسؤول بالوزارة أن عملية التدمير انطلقت مساء الخميسة مشيرا إلى وجود شاحنة بالمكان الأثرية مما يرجح عملية الاستيلاء على قطع أثرية ونقلها إلى أماكن أخرى حسب تصريحه الاعتداء سبقه آخر مشابه الأسبوع الماضي حيث نشر التنظيم المتطرف شريطا مصورا يظهر قيام عناصره بتدمير تماثيلة وقطع أثرية في متحف مدينة الموصل من خلال تدمير التماثيل والأثار التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين وقد دان المجتمع الدولي هذه الأفعال التي تطمس تاريخ الشعب العراقي وتغذي بذور الطائفية بين أبناء الشعب الواحد إذ وصف أليكس بلات مسؤول منظمة اليونسكو في العراق بأنه هجوم مروع جديد على إرث العراق الحضارية في حين أعرب علماء الآثار عن تخوفهم من أن يواصل تنظيم داعش تدمير المواقع التاريخية والأثرية الأخرى في المناطق الخاضعة لسيطرته في العراق من جهتها اعتبرت دار الإفتاء المصرية الأسبوع الماضي عند نشر فيديو تحطيم الآثار في الموصل حجج داعش واهية ومضللة ولا تستند إلى أسانيد شرعية طالما أن هذه الآثار في جميع الدول التي فتحها المسلمون ولم يقدم الصحابة الكرام على هدمها كما أن الإسلام حافظ على تورة الحضارات عبر مر السنين إلى أرياض الآن حيث كشف الناخب الوطني لكرة القدم كريستيان غوركوف اليوم الجمعة عن القائمة الموسع المعنية الدورة الدولية لكرة القدم في قطر والتي ستدخل في تربص تحذري ابتداء من الثالث والعشرين مارس الجري وتضم القائمة سبعة وثلاثين لاعبا على أن يتم اختيار ثلاثة وعشرين منهم معنيون بالمشاركة في الدورة الدولية بقطر والتي سيجري خلالها المنتخب الوطني مبارتين وديتين الأولى يوم السادس والعشرين مارس ضد منتخب البلد المستضيف قطر والثانية يوم الثلاثون من نفس الشهر ضد منتخب البحرين استعدادا للدورة ونختم نشرتنا بالصحة حيث حذر الخبراء من أن الأشيعة صادرة عن الاستخدام المكثف للأجهزة الإلكترونية اللوحية والمحمولة منها وكذا الحواسب لساعات طويلة خصوصا لدى فئة الأطفال قد يسبب العمى النصفي وكذا قصر النظر مع الوقت ويخلق العديد من الأمراض على مستوى شبكة العين التقرير تاري وتفاصيل حذر الخبراء من الاستخدام الكثيف للأجهزة الإلكترونية اللوحية والمحمولة لساعات طويلة وبشكل متواصل قد يؤدي إلى العمى أو إلى قصر النظر وقال الخبراء أن الإدمان على الأجهزة الإلكترونية بات يشكل خطرا فعليا على الصحة وعلى العينين بشكل خاص خصوصا فئة الأطفال إذ أن الأشيعة الصادرة من تلك الأجهزة تؤدي إلى جفاف العينين ما سيؤدي مع الوقت إلى قصر النظر مشددين على ضرورة إراحة العين من هذه الأجهزة كل 20 دقيقة وضرورة قضاء وقت كافي في الهواء الطلقة مما يعيد الوظيفة العادية للعين إذ يساعد ضوء النهار على تنشط العينين والنظر ويرحهم من الضوء الأزرق الصادر من شاشات الأجهزة الإلكترونية وأشر الخبراء إلى أن تناول الأغذية الغنية بأوميغا ثلاثة المتواجدة بكثرة في السمك يساعد في ترطيب العينين وحمايتها من الجفاف الذي يخلف مع الوقت عدة أمراض في شبكة العين والعمى النصفية مع الوقت لذا ينصح بتفادى الاستخدام الطويل للأجهزة الإلكترونية والمراقبة الصارمة لطريقة استخدام الأطفال لها بهذا نأتي وإياكم إلى ختام النشر وهذا تذكير بأهم ما جاء فيه رئيس الجمهورية في رسالة له إلى المؤتمر أو مؤتمر الشعوب الإفريقية يشدد على ضرورة النهوض بالقرى الإفريقية في قطاع التربية لقاء مرتقب غدا بين الوزارة والنقابات القطاع لإنهاء حالة الجمود التي دامت عدة أسبه دولياً المبعوث الأممي إلى سوريا يؤكدوا أن حل الأزمة السورية بيد السوريين وجولة ثانية من الحوار السوري مرتقبة في موسكو في الصحة وكما تبعنا قبراء يحذرون من الاستعمال المفرط للأجهزة الإلكترونية في أرياض الناخب الوطني يكشف عن القائم الموسع المعنية بدورة قطر الدولية شكراً لكم مشاهدين على طيبية المتابعة مشاهدة ممتعاً مع بقية البرامج والسلام عليكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم